أكدت مصادر مطلعة أن الحالة السادسة من أسرة بن بكر العبثاني من أصل تسعة توفي بمستشفى ابن سينة بالمكلة متأثرا بالحروق الناتجة عن انفجار انبوب غاز واحتراق منزلهم في منطقة القارة بمدينة غيلبا وزير في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي وأشارت المصادر أنه لا يزال عدد من أفراد الأسرة يتلقون العلاج في مشاف المكلة التي تفتقر إلى قسم خاص لعلاج الحروق ورغم صدور توجيهات من المحافظ مبهوث بن ماضي في التاسع والعشرين من سبتمبر لنقل الأسرة لتلقي العلاج في الخارج بسبب عدم توفر مركز متخصص لعلاج الحروق في حضر موت إلا أن هذه التوجيهات لم تنفذ بعد وإنها عبارة عن وعود إعلامية هدا وتزداد المناشدات للتدخل العاجل لإنقاذ بقية أفراد الأسرة وسط التعاطف واسع من مصابيهم الجلل وانتقادات لغياب المرافق الطبية المؤهلة في المحافظة اشتركوا في القناة